انتا ما قلتوش وهروح بيه للمباراة كندي النهاردة عمل مباراة كبيرة قوي كندي النهاردة واحد من احسن لعيب الريال في خاطة دفاع تحتية ناحية اليمين وناحية عالفينيسيو الزي قفلها له على الاخر يعني برشلونة النهاردة ببساطة تحسوا ان الحيوية بتاعته كتكبر بكتير من ريال مدريد النهاردة حسيت ريال مدريد فرقة عجوزة يعني انت مش قادر تياري اللي بيحصل في ارض الملعب حسيت ده برضو النهاردة اكيد يعني لو اخد عنوان المباراة هو عنوان المباراة النهاردة بين برشلونة وريال مدريد هو التفوق شباب برشلونة على عواجيز ريال مدريد في نص الملعب الماتش النهاردة فقد من ريال مدريد بسبب نص الملعب النهاردة لو نبص على التلاتة اللي موجودين في نص الملعب تقعوا على ريال مدريد هنشوف ان عندنا كامافينجا وعندنا توني كروز وعندنا مودريدش كلنا عارفين ان الورك ريت بتاع مودريدش وبتاع توني كروز مش قوي جدا ودايما اللي كان بيزيد معاهم وبيعمل معاهم الانتة دي كويس كامافينجا لما كان بينزل دايما كمديل كان بيبقى محوري بشكل كبير جدا لما دريد ولكن ريال المدريد فتقت شاوميني شاوميني كان لعيب شبه متكامل لما ريال المدريد يفكر ان هو يمشي كازيميرو ويروح لليونيت الناس كلها تستغرب ويشوفه على طول شاوميني بعدها باسبوع بيلعب أساسي على كامافينجا حتى كمالك موجود من السنة اللي فاتت يقول لك الفرق ما بين الكواليتي بتاعت شاوميني وكواليتي بتاعت كامافينجا ليه النهاردة ريال المدريد فقط نصنبع لعب عشان برشلولا أو تشافي عمل شيء مغير بالطريقة مختلفة عن أول السيزو هو لعب دي يونج مع بوسكتش وإدى الحرية لجافي يعني هم اللي بيلعب 4-3-3 ولكن هو بيلعب شبه طريقة 4-2-4 وبيدري وجافي على طول هم اللي بيلعبوا في التلت بيعود يعمل السويتشات ما بينما بين بعض اللي مركزية بشكل كبير جدا زائد الضغط والقوة البدنية اللي موجودة عند جافي وعند بيدري زائد جافي النهاردة كلنا بنتكلم عنه بنيقول ان هو قديم يعني عمل مباراة رائعة ولعب ما كاملش 18 سنة ولكن جافي ما كان شقدر يا أسر يقوم النهاردة بالدور ده لو معهوش فرود جامد زي هلفاندوفسكي كريم الفرود مش فرود ان انا انزل أحرز أهدف بس او ان انا اعمل أسستات بس انا الفرود قويته تكمل ان انا ازاي اطلع بره الثمانتاشر انزل ألعب الناس اسحب معايا المساك امتى امتى اقطع وامتى اسيب مساحة للي جانبي عشان اسحب معايا وشوفنا النهاردة الدبل باص اللي حصل ومش دبل باص يعني الباصات اللي حصلت ما بين جافي وما بين لفاندوفسكي في الجون الاولاني والجون التاني ده ده الجون الاولاني وده ده الجون التاني فكان فيه تفوق كبير جدا من برشونة زايت حاجة تانية قوة البدنية بتاعت نص الملعب زي ما قلتلك السرعات كانت فرقة النهاردة بشكل كبير جدا زي ما بقول هو تشافي عمل ان هو خلى جافي ان هو ما بيلعبش اصلا جافي ما بيلعبش وينج ولكن هو خلىها عطول الكرة معنا بيزيد وينج وبيت بيزيد معه اربعة ولما ما يكونش معهم الكرة بيبقى الاربعة في وسط الملعب بحيث ان الطريقة مثلا تشابت تتحاول اربعة اربعة اتنين فتفوق تشافي في الحتة دي زايت ان خطوط كانت متقربة جدا خطورة فينيس الجوري ده ما بتبع على الاطراف ولكن النهاردة في شلط لأولاني ان شلط يحاول يعمل حاجة شبيهة للي تشافي عملها يا أسر ان هو حاول ان هو لعب في الفيردي برضو ولو ان فالفيردي ما بيلعبش وينج حاول ان هو لعبه في الوينج عشان برضو يبقى يعمل زادة عدلة ما ينزل تحت شوية ولكن برشونا عمل حاجة مختلفة ان هو قرب المسافات بشكل كبير جدا جدا ولعب في حوالي عشرين تلاتين ياردة بالكتير وخلى الخطوط متقربة فده صعب وما مداش مساحات فانت بالتالي ما فيش مساحات ففينيسوس جونيور واحد من أهم أسلحة تريال مادريد مش بيقوم بدوره فبالتالي ما فيش وزاد ان هو كان بيخليه يلعب في النص الشوط التاني عمل شوية تغيرات أنشلوتي ان هو حاول يطلع فينيسوس تريالي على الشمال ونازل رودريجو وبيلعب بالتالي 4-3-3 ولكن فقد وسط ملعب بريال مادريد وعاوز أقول حاجة بمناسبة ريال مادريد يا كريم النهاردة الماتش أظهر حاجتين مهمين جدا 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 وهي ان انت لازم تغير جلدك كريال مادريد أنا عارف ان ريال مادريد يجيب لعيبة صغيرة في السن ولكن مباراة النهاردة أوضحت ان لازم يكون في بديل مودريج لازم يكون في بديل كروس لان الناس دي بدنان ما بقيتش قادر أنا عارف ان الماركت مفوش ناس كتيرة ولكن ماينفعش ان انت تكمل بالطريقة دي لان ريال مادريد محتاج قصة فلونتيريو بريز اللي كان بيعملها ان هو قصة باقي قد 3-4 سنين عنده نفس الاسكواد وما بيجيبش صفقاته والموضوع مش هيقدر يمشي معاه دلوقتي لان انا بغير يا كريم بناء على الاساسيات اللي عندي في الفرقة وبقدر اجيب عليها ناس اللي تقدر تخش في التوليفة وتيمشي معايا فطبعا ريال مادريد محتاج يخش المركاته بطريقة قوية جدا لان عنده نقص كبير جدا جدا ولكن النهاردة تشافي كان واخد اذا اخد من كلامك واخد من كلام ياسر كان واخد الموضوع بجدية اكتر في حافظ اكتر زاد مدرب ما عملش مفاجأة ما عملش تغييرات كتير حتى رد فعله في الملعب كان برضو الايجو شوية بتاع انشلوتي حتى النهاردة ما شفتش يعني يا كريم كانت الكرة بتقطع 1-0-2-0 ريال مادريد بيطع كرة من برشونا مفيش تحول مدريد قبل ما يطلع توني كروس مش قادر ومدريد مكانش قادر وكامافينجا عاوز اقولك على حاجة الشروط التاني أول عشر دا ربع الساعة ريال مادريد كان سيء جدا مشروط لأولاني عشان كامافينجا طلع هو كامافينجا غلط في الضغط العالي والكرة قطعت منه ولكن كامافينجا هو الوحيد اللي كان بيقاوح مع لعيبة برشونا في نص المرعة جافي وبيدري كانوا أسرع بكتير من اللعبة وديونج عشان هو بيكلم على ديونج قبل ما عيش يا كريبة انا ديونج شفته في كاس العالم في قطر لايف مرتين والله العظيم يا كريم من أمتع اللعيبة اللي شفتها في حياتي بالكور هو ومودريش يعني انا شفتهم دول لايف قدامي كده الاتنين دول انا شفت انا فاكر ديونج كان هو واحد لابس يعني بدلة وبيلعب بكور ديونج فعلا انا ما عرفش زي برشونا في اول السادة كان بيفكر ان هو يرح للمانشستن رايت دلعيب ما ينفعش كتسيبوا يا اخي كتسيبوا يا اخي وبسكتش وبسكتش بصراحة برضو النهاردة كان رائعا